السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء وبناتين الله بالصف الثالث السنوي مرحباً لكم اهما حضرتكم مستر محمد ديب ده فيديو جديد من سلسلة كنا عملناها قبل كده وكانت يعني جميلة جداً نجحة اسمها معلومة على المشي ايه معلومة على المشي دي وانت ماشي كده حتى يعني تاخد لك معلومة كده صغيرة في الانجل اشتفيدك بتخلي بالك منها نبدأ نهاردة جماعة نبدأ نشتفيدك بتاعتنا دي ربنا ايه كلم تستفدوا منها وتبقى حاجك وايسا اه في معلومة عندنا في المنهج في يونيت سيفين بتقولك لو انت عايز تقول كلمة اسبوع يعني اسبوع شباب مستر اسبوع يعني اويك ممتاز اسبوع يعني اويك صح كده طب لو انا عايز اقول تلات اسابيع اكيد مستر اقول ثري ويكس تلات اسابيع ثري ويكس طب كويس جدا طب انا بقى يعني محتاج اريح شوية في البيت ومحتاج اجازة لمدة تلات اسابيع اقولها ازاي هيا الناس الشطرة هتقول اي نيت انا محتاج اه ركز بل حت الجاية دي ثري ويك هوليدي محتاج اجازة لمدة تلات اسابيع ايه الغريب في الجملة اللي دي سنة تلتة يلا الناس الشطرة انا محتاج اجازة لمدة تلات اسابيع تقول مستر تلات اسابيع ده انت قلت ثري ويك ازاي يعني مفروض تلات اسابيع مستر تقول ثري ويكس حط اس قالك لا طب ليه مستر مش تلات اسابيع قالك عشان هي كم التلات اسابيع دي لما جيبها ده هنوين اسم تاني اللي هو الاجازة دي سنة تلتة اتحولت بقت بقت صفة للاسم ده يعني انا بوصف الاجازة ان هي لمدة تلات اسابيع انا محتاج اجازة لمدة بوصفها واحنا عندنا معلومة بتقول ان الصفة لا تجمع عندنا في الانجلس الصفة ما بتجمعش انت لو عايز تقول مثلا كلمة علي از طول علي طويل فين الصفة هنا ادي كلمة طول طويل طب بص بقى زابويز الاولاد زابويز جمع بص حتى اللي جادي ار بيكونوا طول طول يبقى الصفة ما لها الصفة لا تجمع الصفة لا تجمع ادي كلمة طول ودي طول علي استول زابويز ار طول فعندنا الصفة ما بتجمعش فهنا انا لما قلت انا محتاج اجازة لمدة التلات اسابيع انا بوصف الاجازة بتاعتي ان هي التلات اسابيع فقلت اجازة المدة التلات اسابيع ما جمعتش الكلمة دي لان هي صفة للاجازة الناس الشطرة هتقول لها مستر صد دي انا خدت بالي في يونت وان لما كانوا جايبين رايتر كاتب ويعملوا معاه لقاء وبيسألوا عن الروتين نظامه في الكتابة كان بقول لك انا بكتب طول النهار كده شوية تين مينت تين مينت بريك يعني استراحة عشر دقايق فور كافي للا بص راجل كان بيقوا في ايه اتين مينت بريك تين مينت بريك يعني استراحة يبقى استراحة يا شباب لمدة عشر دقايق هنا برضو تركز ان انا هنا ما جيت قلت عشر دقايق مش تين مينت محطتش اس انا قلت تين مينت بريك استراحة لمدة عشر دقايق بوصف استراحة ان هي لمدة عشر دقايق يبقى تطالب يا جماعة لمركز هيبقى احنا جامد جدا خلاص يا مستر انا فهمت انت عايز تقول ايه انت عايز تقول لنا ان احنا لما بنجيب رقم زي كده وبنجيب بعدي اسم يهو ده بقى صفة للاسم ده والصفة في الانجليش لا تجمع مجمعش الصفة ايكان ده ايجي ازاي في امتحان يعني انا فهمت الفكرة بتاعت تيجي ازاي في امتحان قالك يجي يقول لك في امتحان زا دستانس المسافة زا دستانس المسافة بتوين كايرو اند هي المسافة يا شباب من القاهرة لاسكندرية از بتكون ايه تو اسبيس درايف هي قيادة لمدة ساعتين وانا المسافة من هنا للقاهرة انا ومن القاهرة لاسكندرية هي قيادة لمدة تو اورز درايف ولا تو اورز درايف ولا تو اور درايف طبعا دي تعتبر صعبة خلي بالك يعني همشح لك دلوقتي وبنبسطها لك بس هي محتاجة تركيز لان انت في امتحان او ما تلاقي اه ودي رقمه ودي درايف يبقى هي قيادة لمدة ساعتين بوصف القيادة والصفة لا تجمع يبقى اختار حاجة اسمها اتو اور درايف يبقى الكلام ده مهم جدا اه طبعا مهم يبقى الطالب لازم يركز ويفهم المستر بيقول ايه المستر بيقول اي نيد انا محتاج اي نيد انا محتاج اه ثري ويك هولي دي محتاج اجازة لمدة تلات اسابيع اللي يهميني هنا المستر ما قالش ثري ويكس عشان دي صفة للاجازة وعرفنا بتيجي ازاي في الانتحان يعجبني بقى الطالب ازاكي هنا اللي هولا مثل لك طب وانت لقى حطيت ايه قبلها وهنا حطين ايه قبلها هنا ليه لان احنا عندنا معلومة مشهورة جدا بتقول ان دايما لما تيجي صفة بيجي بعدها اسم مفرد معدود دايما بنجيب قبل الصفة ايه او ايه كلام ده مهم ما هو شباب احنا عندنا في الانجلش ادامة في صفة وجاي احنا خلاص اعتبرنا دي بقى صفة وده اسم مفرد بيتعد يبقى لازم يجي قبلها ا ا ا ا ا حتى وانت بتكتب بارا جراف بتقول ايه بتقول ان السياحة please tourism please بتلعب بص بتقول ايه an important rule يعني ايه مستر an important rule يعني in our life يبقى السياحة بتلعب an important rule صفة جاي بعدها اسم مفرد فحطت هنا an Taj牛 لما اجا اقول ولد ماهر بقول a clever boy ولد ماهر يبقى دايما الصفة اللي بعديها اسم مفرد بيجي قبلها a ou an حسب الحرف ساكن a متحرك a وانتخبت كان ده فيوني السكسة عندنا في صدش برضو قناول صدش a ا 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 ال صفة ا و اسم فانا عايز الطالب الزكي يبقى فاهم ليه بنقول اجازة لمدة التلاتة اسابيع عشان دي بقيت خلاص صفة ودي نون اسمه مفرد يبقى اه ثري ويك هوليدي يا انا عايز قولك حاجة لو انت قلت ثري ويك هوليديز اجازات لمدة تلاتة اسابيع يبقى هنا مش تحط حاجة يبقى ثري ويك هوليديز عشان ده اسمي كان يبقى زي ما قلتلك احنا السلسلة بتاعتنا اسمها معلومة على الماشي طالب بياخد معلومة صغيرة فيديو صغير كده دقيقتين ياخد معلومة كده كويسة تجيله في الامتحان ان شاء الله تفري معها تبقى بدرجة حاجة كويسة فان شاء الله تكون المعلومة النهار ده كانت بسيطة وعرفنا بنوصلها لكم طريقة مبسطة جاريت الناس طبعا يا جماعة يعني ساعدنا بقى شاير لزميلك وعرف الناس بالقناة الدفعات الجديدة كل ما الناس تقع في القناة احنا بنحس ان التعب ده بنتيجة فاحنا هنمشي بمبدأ كده معلومة على الماشي انت ده تتفرقت ان شاء الله عجبتك دوس لايك وشير الفيديو خد كده اللينك وشير على صفحتك شير على جروب سانوية عامة عرف الناس ان فيه قناة شغالة انجلش عشان نبص نلاقي فيه ناس اكتر متابعين والدنيا ماشية كويسة والناس تستفاد يبقى احنا ان شاء الله كويسين فربنا يكرم وتكون فكرة كويسة وان شاء الله اول ما هننزل المعلومة على الماشي ونشوف الصدق عندكم ننزل ونكمل السلسلة دي مع بعض على طول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته